اشتركوا في القناة في تفاصيل الجولة قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة لأول مرة منذ شهر أغسطس الماضي عند بستوياتها الحالية 12.4% للإيداع و13.4% للإقراض لليلة واحدة وكانت أسعار الفائدة على الجنيه شهدت سلسلة خفض متتالية في آخر ثلاثة اجتماعات للجنة السياسة النقدية بإجمالي 350 نقطة أساس سبقها خفض آخر في فبراير بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إجمالي خفض الفائدة إلى 450 نقطة أساس خلال العام الماضي اشتركوا في القناة ولمزيد من التعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا في السيديو السيد محسن عاد الرئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار سيد محسن بداية لماذا قام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه أمس خلافا لما كان عليه الوضع طوال عام 2019 بالخفض المتتالي خلينا أولحضا أن كان فيه أربع أسباب مشتاب واحد كان يدفع المركزي أنه يثبت هذه الفائدة في التوقيت الحالي الجزء الأولاني كان متعلق بفكرة أن التخفيض المتتالي تم خلال الفترة الماضية كان من المفترض أن تترك فترة بعديه لاستيعاب السوق وأنه يبدأ يتوافق بعد هذه المعدلات النقطة الثانية وديه النقطة الأساسية أن معدد ضخم بدأ يشهد ارتفاع تاني في نهاية عام 2019 لتيجة تأسير سنة الأساس فكان من المنطقي أن المركزي يطرار يس قليلا لحين وضوح رؤية ثلاثة أن الاتجاه العالمي كان في نفس الفترة كان هو تثبيت أسعار فائدة أغلب البلوك المركزي العالمية سبت أسعار فائدة لحين وضوح رؤية بالنسبة لاتجاهات الاقتصاد العالمي في أول عشرين عشرين وده أمر كان متفق عليه كمان داخل مصر لحين وضوح رؤية بالنسبة لاتجاهات القادمة العنصر الرابع أن المبادرات التي طرحها البنك المركزي خلال الفترة الماضية كان من المفترض أنها يطرق لها مساحة لحرية الحركة عشان تقدر أنها تؤدي شكل من أشكال التطورات اللي يجب أنها تحدث بنوجة نظر الأربعة أسباب دول هما اللي كانوا المحور الأساسي في هذا القرار لكن في سبب خامس بنوجة نظرنا الشخصية البنوك نظرت أو قطاع الأعمال نظرت بشكل كبير جدا على تخفيض أسعال فائدة كمحفز للإستثمار ولكن كان هناك جانبا آخر وهو متعلق بالعوائد اللي بتقدم ليه المودعين داخل البنوك وحاملة وسائق شهادات الإستثمار فكان شكل من أشكال التطبيعية جدا اللي يجب أن ينظر إليها في هذا التوقيت مصالح هذه الفئة وكان من الطبيع أن أنت تطرق مساحة للقطاع المصرفي أنه يعيد مرة ثانية إعادة هيكلة الأدوات الإستثمائية اللي بيقدمها لمسل هؤلاء المودعين عشان يحققوا معدلات دخل سابت أو معدلات دخل مستقرة خلال الفترة القادمة وده أمر كان بيستلزم من قطاع المصرفي تغيير في استثمار الإستثمارية في الوقت الحالي بيتزامن ده كمان مع القانون الجديد للبنوك المصري واللي أتصور أنه حيمثل نقلة جديدة في الفكر المصرفي خلال الفترة القادمة فكانت العوامل دي كلها مجتمع هي الساب الأساسي في هذا القرار نسبة الفائدة عند هذا الحد 12 وربع للإداع و13 وربع للإقراض إلى أي مدى يعني تتسق مع الرغبة في الاستثمار في تشجيع الاستثمار ورؤية الحكومة في ذلك خلينا أقول لحضرك أن عادة لما بتحسب هذه الفائدة بتحسبها من منظوم مختلف شوية أو ما يطلق قليل اسم معدل الفائدة الفعال effective interest rate ده بيتحسب بين الفرق ما بين معدل الفائدة اللي حضرك بتضعه قياسا بمتوسط معدل تضخم مصر من الدول المرتفعة في معدل الفائدة الفعال خلال الفترة الحالية ديجي تنخفاض معدل تضخم النظرية في الوقت الحالي لكن حقيقة الأمر أنت لازلت بالفعل يجب أن تتجه إلى مزيب من التخفيضات أتصور أن العام الجاري 2020 متوسط تقفضات يجب أن يطلق ما بين 2% إلى 3% على مدار العام ككل ولكن ده حيتطبط بأربع عوامل تانين العامل الأول هو اتجاهة الفائدة عالميا هتكون عاملة إزاي الجزء الثاني هو مدى نجاح المبادرات والإجراءات الجديدة اللي اتخذها القطاع المصرفي ثلاثة مدى القدرة على أدوات جديدة للمودعين وحامل إشهادات الاستثمار خلال الفترة القادمة للحفاظ على سيولة مستقرة العنصر الرابع هو مدى تأثير أسعار الفائدة كواحد من العام المحفزة على الاستثمار يجب هنا أن ناخد في اعتبارنا حاجة أسعار الفائدة هي واحد من العوامل ولكنها ليس كل العوامل هي سياسة ناخدية ولكن هناك سياسات مالية وسياسات اقتصادية أخرى بتكون من العامل المؤسرة وده على ذلك أن الدولة الحد الأوروبي معدات النمو تطرح ما بين 3% إلى 6% وفي وقت أسعار الفائدة بالسالب وليس بالموجب وهو أمر ببساطة شديدة أن تأثير التكامل ما بين السياسات السلاسة الاقتصادية والمالية والنقدية هو اللي بيكون العنص المؤسس الحقيقي في تحقيق الاستثمار وليس فقط السياسة النقدية هنا منتقل إلى هذه النقطة المهمة مسألة الاستثمار الحقيقي أو الاستثمار المباشر الذي يرجوه الاقتصاد المصري منذ فترة منذ أن بدأ بالإصلاحات الاقتصادية في 2016 ما الذي ينقص في السياسات الاقتصادية والمالية حتى يشهد عام 2020 مزيدا من تدفقات الاستثمار الأجنبي ومزيدا من التسير النقدية أيضا فيما يتعلق بأسعار الفائدة أنا أفتكد خمس حاجات التي أحتاجهم في الوقت الحالي أولا أن تبدأ من إنشاء ما يضطق عليه اسم سلاسل الأعمال وده أمر كان واضح تماما فيه التكليف اللي تم ليه السيدة وزيدة الصناعة باستمرارها في تولي الصندوق الاجتماعي هدف ده الأساسي أن أنت تبدأ عملية تمويل المجامعات الصناعية وسلاسل الأعمال اللي بتعمل المكونات الخاصة بالصناعات والخدمات من خلال التمويل اللي بيقدم من هذا الصندوق وده أمر كان مهما جدا الملف الثاني هو ملف تنقية مناخل السسمار وده أمر في غاية الأهمية في الوقت الحالي ودولة تريس الوزر بدأ يشتغل فيه باللجان اللي بدأت تشكل سواء من المجموعات الوزرية أو مع إجال الأعمال أو بإنشاء لجان لمعالجة الفضل منازعات بشكل سريع العنصر الثالث أنت محتاج لتغييز ناتجية الترويج أنت مش محتاج أنك تقدم حوافز أكثر من ما يقدم الآن ولكن أنك تحتاج إلى إضاح مدى الاستقرار الاقتصادي والسياسي ومدى الفرص السمية الموجودة لديك أربعا أنت محتاج تشتغل بشكل سريع جدا على مراجعة التكاليف اللي بيتكبدها المشروعات سواء في مرحلة التأسيس أو في مرحلة التشغيل أو فيما بعد ذلك كل هذه التكاليف وإزاي إن إحنا ممكن نديرها وإزاي إن إحنا نعزز من تنفسية الإقصاد المصر بالنسبة لها العنصر الخامس أنت محتاج أن تبدأ تغيير شوية فيما يطلق عليه اسم آليات جذب للسمار النهاردة أنت لديك في أغلب صفرات مصر مكاتب تجارية النهاردة أنت محتاج مكاتب للترويج للسمار مكاتب لمتابعة المسلمين ما استهداش المستثمر يجيلك روح أنت لغاية هناك حط هذه المكاتب وابدأ تشتغل فيها وابدأ أن أنت تجذب الناس من هناك المنظومة المتكاملة دي أفتكر أنها ممكن تحرك أشياء كثيرة بالإضافة لتفعيل مجلس أعلى للسمار في فترة المقبلة الأمور دي أفتكر أنها هتكون خطوة هيلة بالنسبة لي تفعيل وتنشيط حركة الإقصاد المصر في فترة المقبلة لكن هنا سيد محصر ربما يقول البعض أن المناخ الجاذب للاستثمار أو المهيئ للاستثمار هو بحد ذاته يعبر عن نفسه للعالم الخارجي والمستثمر سيرى وسينظر وسيلجأ إلى هذا حتى بدون الترويج إلى ذلك هنا هناك خلل معين في ترويج الاستثمار في مصر خليني أقول لحضرك لا النظرية دي هي نظرية عامة لكنها بتفتقل النقطتين عنصر المنفسة أصبح عنصر غير طبيعي أنت نهذا بتتكلم على دول ما كنتش بتنافس مصر في أي حاجة من خمس سنين وعشر سنين النهذا بأصبحها بمنافس شرس بالنسبة لي لديك مشروعات مرتفعة التكاليف بشكل كبير جدا دول بتدخل بتدعمها بعض من هذه الدول قدمت مثلا بعض من الحوافز مش بس أنها بتقدم إعفاء ضريبي ولا أراضي مجانية لا 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 ده بيديك تثبيت لأسعارك قرابة والطاقة لمدة عشرين سنة عشان تيجي تعمل المشروع ده عنده الدول النهذا مش بتتنافس بس على الصمار ولكنها بتتقاطل عليه المسألة بوضوح شديد في الفترة اللي فاتت فيه 43% انخفاض في الضفقات الصمار الأجناء المباشر لإقصادات النشأة على مدار السنة اللي فاتت 23% انخفاض على مستوى العالمي ككل فده معناه ببساطة ان الجميع بيتقاطل الآن على ده في وقت فيه حرب تجرية عالمية في وقت فيه طباطه إقصادي عالمي في وقت فيه بوادر لأزمة إقصادية فمن الطبيعي جدا ان انت لقى تتجه وتبدأ ان انت تجذب حوافزك هنا موقعك الجغرافي مناخخ السياسي الاستقرار الأمني زيادة حجم السكان داخل مصر وجودك فيه مع تجمعات كسيرة متطابية بإعلاقات تجرية لكن تحتاج الآن إلى انك انك تعمل مرتقل بالنسبة لي المستثمر ان انت تتبعه من مرحلة الفكرة اللي دي لغاية مرحلة تشغيل لمعالجة المشكلات لمرحلة التكاريف لأشياء كسيرة هي سلسلة متصلة من الإجراءات شكرا جزيلا سيد محسن عادل رئيس الجماعية المصرية للاستثمار والتموين شكرا جزيلا لكم خفضت جمعية المصارف اللبنانية معدل الفائدة المرجعية في سوق بيروت إلى ثمانية ونصف بالمئة للدولار وأحد عشر ونصف بالمئة للعملة المحلية من ناحية أخرى توقعت وكالة فيتشل التصنيف الاتماني أن يتخلف لبنان خلال الفترة المقبلة عن سداد ديونه مشيرة إلى إمكانية تكرار سيناريو السيطرة على جزء من الودائع المصرفية للعملاء كما حدث في قبرص سابقا ويعاني لبنان من نقص في الدولارات اللازمة لتمويل عجز المالية العامة واحتياجات الواردات وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من بيروت مستشار اتحاد المصارف العربية دكتور أحمد سفر دكتور سفر ما معنى خفض معدل الفائدة المرجعية في سوق بيروت للعملتين الدولار والليرة على السواء يقصد بالفائدة المرجعية هي الفائدة التي تتعارف عليها السوق المصرفية والنقضية في لبنان ولكن يبقى للمصارف حرية أن تتفق مع مصرف لبنان على معدلات منخفضة في هذه الأيام للفائدة سواء كان بالعملات المحلية أو بالعملات الصعبة وخاصة بالدولار الأمريكي لأن التعلاءة علوءا فائدة الذي طبع الوداء في الأشهر الأخيرة وحتى من بداية هذا العام سبب مشكلة أو أسهمة بدوره في جعل المشكلة النقضية والمصرفية في لبنان ارتفاقما وخطورة حتى بلغت مرحلة يعني بداية الانهيار في الأسابيع الأخيرة لذلك أن الاتفاق على تخفيض الفائدة هو سياسة يجب أن تتبع وأن تكون أكثر حدة بمعنى عندما لا أشخاص أو المدعون على إداع بفائدة عالية فإنهم سوف يسلمون في استثمار إداعات إداعات إنتاجية أخرى ولا تبقى المصارف ملاذا نعم للمدعين على أن تكون معظم الإداعات موضوعة في المصارف نتيجة ارتفاع الفائد نعم أشكرك شكرا جزيلا السيد دكتور أحمد سفر المستشار اتحاد المصارف العربية كنت معنا هاتفيا من العاصمة اللبنانية بيروت وهذه جولتنا في السوق ما زالت معكم من القاهرة متواصلة فيها نتابع بعد الفاصل الصين تسجل أضعف نمو في تسعة وعشرين عاما يقالوا أن بعض الانتسار قوة وبعض السقوط نهو قصة معاناة اجتازة فيها البحور والصحاري وضع البلد كان جدا سيء تفكيرت للمستقبل جدا سائف قررنا نطلع على بريطانيا بس كيف كانت الفكرة أن كانت هي عبر السحراء من الجزائر لليبيا كانت يعني هون المعاناة و هون الصعوبة و هون الخوف فضلوا نعم الله كرمنا و جيبنا له غير البلاد اللي هي راحة العالم أثبت السوريون قدرتهم على تجاوز ظروفهم الصعبة أهلا بكم من جديد في السوق تمثل صناعة الملابس في الأردن سبعة عشر بالمئة من صادرات البلاد بقيمة تجاوزت مليارا و نصف المليار دولار و يعاني القطاع كما يعاني الاقتصاد من أزمة خانقة في الوقت الراهن بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين يعد المواطن الأردني و موازنته الشهرية العاجزة عن سداد متطلبات حياته اليومية وديونه المتراكمة بل وحتى بعد تغييره لأولوياته وتراجعه عن شراء الملابس والإنفاق في السوق أزمته الاقتصادية متفاقمة تماما كأزمة الحكومة كنا أول تأخذ العيال تأخذهم تروح تشيلهم من المول أواعي وألبسة هلأ سلنا نفضل أكل واجبات البيت الأساسية وأجار البيت والحليب والفوط والشكل عامل كماليات البيت أهم من الألبسة وهذا أثر علينا إحنا هلأ كشخص تاني غيري أنا بيحكيه مثلا في البيت بيقولك أنا بدل مرحشة أواعي للأولاد بدي أجيب لهم أكل أدفع لهم أجار البيت فطورة الكهرباء لأنه الرواتب عندنا بشكل عام بالألبسة ضعيفة شوية وفيش وارد ناتج زي أول قبل عشر وخمسة عشر سنة اللي قدر التاجر صاحب المحل أو التاجر يعطيك زي ما كان يعطيك أول فلذلك السوق كتير كتير ضعيف تأثر التجار بهذه الأزمة بشكل كبير وهم اليوم في مأزق واضح بعد تراجع نسبة شراء الملابس 30% جراء ضعف القوة الشرائية للمواطن علما بأن أسواق الألبسة تعاني من ضعف الإقبال منذ سنوات منذ بداية العام 2018 تراجع القطاع التجاري وخاصة قطاع الألبسي والأقمشي بنسبة تجاوزت أكثر من 30% نتيجة تراجع القدرة الشرائية نتيجة تأكل الدخول زيادة الأعباء الضريبية رسوم الجمهورية المفروضة على القطاع وأيضا الكلف التشغيلية الباهظة وأهمها إيجارات المحلات وبالتالي هذه الأعباء زادت خلال السنة 2019 تراجع المبيعات الواضح أدى إلى تراجع المستوردات ففي عندنا حوالي 12% تراجع بالمستوردات لعام 2019 وهذا مؤشر حقيقة خطير على الاقتصاد وعلى القطاع بشكل عام يناشد العاملون في القطاع الحكومة بضرورة أخذهم بعين الاعتبار عند إطلاق حزم اقتصادية محفزة مشيرين إلى الحزم التي قامت بإطلاقها الحكومة الأردنية خلال عام 2019 حيث لم يجدوا لهم فيها نصيبا ولا يزال الأمل باتخاذ إجراءات تدعم قطاعهم معلق رعي يعقوب الغد عمان وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان المحلل الاقتصادي أحمد عوض سيد أحمد يعني قطاع الملابس كما قال التقرير هو جزء من قطاعات أخرى في الاقتصاد الأردني تعاني وتئن من المسؤول عن هذه المعاناة؟ يعني بداية كل قطاعات الاقتصاد الأردني تعاني من مشكلات اقتصادية كبرى بمتعددة الأوجه ومتعددة التأثير أنا تقديري المسؤول الرئيسي عن هذا الموضوع هو سياسات الحكومية المالية التي ذهبت باتجاه الضغط باتجاه التوسع في الضرائب غير المباشرة بحيث أنه زادت الأعباء على المواطنين وزادت الأعباء على قطاعات الأعمال وبالتالي تراجعت قدرات الشرائية للغالبية الكبرى من المواطنين تجاه العديد من القطاعات ومنها قطاع الألبسة والأحذية وخلافه من هذه القطاعات والتي أصلا تضررت سلبا أنا تقديري بيل عبدور أيضا في هذا المجال انخفاء السياسات المتعلقة بالأجور في الأردن حيث أنه مستويات الأجور في الأردن لا تتواءن بالكامل وبعيدة كل البعد عن مستويات الغلاء الكبيرة في الأردن لدرجة أنه الأردن وعمان يعدوا من بين الدول أكثر غلاءا في مختلف أنحاء العالم وليس فقط في المنطقة العربية وإذا أخذنا بالاعتبار مستويات الأجور المنخفضة والحد الأدنى لها أيضا هذا أثر على القدرات الشرائية وبالتالي صار هناك ضعف في الطلب المحلي العام على الشراء وعلى الطلب على السلع والخدمات وبالتالي ضعفت هذه القطاعات الاقتصادية هذان العاملان الذين تفضلت بذكرهما سواء ما يتعلق بالضرائب والسياسات المالية المتعلقة بها وهو ما يخص جانب الإيرادات في الموازنة بطبيعة الحال وأيضا جانب الأجور وهو ما يخص جانب النفقات وزيادة النفقات في الموازنة يلقيان بالتبع على الحكومة لكن الحكومة ستقول لك في هذه الحالة ومن أين أأتي بالموارد ومن أين أنفق على متطلبات السوق يعني هذه الفرضية حقيقة فرضية منها الفرضيات في إذابة السياسات المالية لأي دولة موجودة في العالم نحن لا نقول للحكومة اذهب وخفض الضرائب فقط نحن نقول نحن بحاجة إلى إعادة التوازنات في السياسات المالية باتجاه زيادة الاعتماد على الضرائب المباشرة ضريبة الدخل والضرائب الشبيهة وضريبة الثروة وخلافه وتقليل الاعتماد على الضرائب غير المباشرة الضريبة العامة عن المبيعات والرسوم الجمهورية والضرائب الخاصة التي أرهقت الاقتصاد الأردني وأرهقت المواطنين وأرهقت قطاعات الأعمال المختلفة عندما نذهب باتجاه تخفيض الضريبة العامة عن المبيعات على سبيل المثال والضرائب الخاصة فإننا نحرك حركة الاقتصاد في الاقتصاد الأردني مع وجود نظام ضريبي يعتمد على الضرائب المباشرة على الدخل وما يشبهها من هذه الضرائب حقيقة يزيد إرادات الخزينة من هذا النوع من الضرائب وبالتالي هي عجلة اقتصادية مستمرة خلاف ذلك حقيقة سنبقى نعتمد على هذه الفرضية التي أثبتت فشلها في السنوات الماضية وإلى أسف الشديد حتى الحزم الاقتصادية مؤخرا التي خرجت علينا وحتى التخفيض على ضريبة عامة على المبيعات المتواضع جدا جدا التي أعلنت الحكومة قبل عدة أيام عند إقرار الموازنة العامة للدولة قبل ثلاث أيام هذه السياسات حقيقة لم تؤدي إلى تحريك السوق وهناك مختلف القطاعات الاقتصادية متشائمة من أثر مثل هكذا سياسات المطلوب إصلاح النظام الضريبي لتخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الاقتصاد الأردني ودفعها للأمام إلى أي مدى أتت هذه السياسات التي اتخذتها الحكومة منسجمة مع ما يطالب به المقرضون الدوليون وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي وإلى أي مدى جنت الحكومة ثمار هذه السياسات أنا تقديري للأسف الشديد الحكومة الأردنية في هذا المجال غير قادرة على التوسع في تخفيض الضرائب غير المباشرة وخاصة أنه في هذه المرحلة هناك في مفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي اللي بينهي برنامج وتحضير لبرنامج اقتصادي آخر أنا تقديري الشخصي وفي ضوء المعلومات المتاحة لدينا صندوق النقد الدولي وخبراءه يضغطون على الحكومة الأردنية باتجاه عدم تخفيض الضريب العام على المبيعات وبانتظار ما سيأتي من إيرادات من الضريبة المباشرة ومن ثم الذهاب إلى تخفيض الضريب العام على المبيعات هذه المعادلة وهذه الإشكالية حقيقة ستؤدي وفق تجارب دول أخرى وتجربة الدولة الأردنية خلال الثلاثين سنة الماضية إلى استمرار الأوضاع على ما هي عليه ومن المتوقع أن يتم الضغط أكثر على الحكومة الأردنية باتجاه الالتزام بسياسات تقشفية في هذه المجالات واستمرار الاعتماد على الضرائب غير المباشرة وبالتالي سيبقى الاقتصاد الأردني قطاعات اقتصادية مختلفة ومواطنين يعيشوا نفس المشكلة ومغير المتوقع أن يحدث انفراج حقيقة في هذا المجال شكرك شكرا جزيلا المحل الاقتصادي أحمد عوض كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية عمان في الخبر الأخير طبط النمو الاقتصادي في الصين لأضعف واتيرة في نحو ثلاثين عاما في العام الماضي في ظل حرب تجارية مع الولايات المتحدة وتوقعات بمزيد من التحفيز هذا العام مع سعي بكين لدعم الاستثمار والطلب الضعيفين ونمى الاقتصاد بنسبة 6.1% في 2019 وانخفضت التجارة بين واشنطن وبيكين بنسبة 14.6% العام الماضي في حين تراجعت التجارة الخارجية الإجمالية للصين بنسبة 1% ختام جولتنا في السوق لهذا اليوم إلى العنوين المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة لأول مرة منذ أوسس فيتش تتوقع تخلف لبنان عن سداد ديونه في ظل أزمته الاقتصادية ختام جولتنا في السوق لهذا اليوم إلى اللقاء